بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم في الأجندة يقال إن الهم الكبير ينسي الهم الصغير إذا صح هذا الكلام فينبغي أن يبحث الإنسان لنفسه عن هموم كبيرة تنسيه همومه الصغيرة مع أسرته وعشيرته ووطنه إذ يبدو أن مصائبنا الشخصية والأسرية والوطنية لن تهون علينا في اليمن والمنطقة العربية إلا إذا وضعناها بجوار هموم أكبر منها فالكبير يبدو صغيراً بجوار الأكبر منه وليس هناك ما هو أكبر من همومنا في اليمن سوى هموم الكوكب الأرضية الذين عيشوا عليه هناك مخاطر تهدد وجود البشر أجمعين على ظهر هذا الكوكب ومخاطر أخرى أكل منها تهدد الاستقرار العالمي من المخاطر التي تهدد البشرية بأكملها خطر الأسلحة النووية والبيولوجية وخطر التغير المناخي الحاد ومن التهديدات للاستقرار العالمي حدوث أزمة اقتصادية عالمية كساد عالم وكل هذه التهديدات الكبيرة يمكن أن تعصف بنا في أي لحظة يمكن أن تنشف حرب نووية كبرى في العالم تصبح مشاكلنا المحلية بجانبها مجرد ذكريات جميلة عن التهديد النووي والتغير المناخي سيكون حديثنا لهذه الليلة فكونوا معنا من المناسب أن نبدأ هذه الحلقة الكئيبة بنكتة طريفة تقال عن الأزواج الخانعين لزوجاتهم الأزواج الطائعين يعني قيل إنهم سألوا مواطنا عربيا كيف تدير الأمور مع زوجتك في البيت أجاب أترك لها الشؤون الصغيرة وأنشغل بالأمور الكبيرة سألوه ما هي الأمور الصغيرة التي تتركها لزوجتك أجاب المسائل المتعلقة بمصروف البيت ومستقبل العيال ومصير الأسرة سألوه إذن ما هي الأمور الكبيرة التي تنشغل بها أنت أجاب قضايا الوطن وقضية فلسطين ومشاكل المناخ واللاجئين وما شابه ذلك واضح أنه مسيطر يعني ويبدو أننا في هذه الحلقة سنسير على مذهب هذا الزوج الصالح ما دام أن قرار الأسرة اليمنية ليس بيد رب الأسرة والأجنبي هو الذي يحدد مصيرها إذن فلنتحدث عن القضايا الكبيرة تلك التي تؤرق بال الساسة والمفكرين والمنظمات المستكلة في العالم الحر قضية التهديد النووي وقضية التغير المناخي ونأجل الحديث عن قضية الكساد أو الركود العظيم المتوقع خلال العام القادم الذي يهدد الاستقرار الدولي نأجل الحلقة أخرى كل قضية من هذه القضايا تحتاج إلى حلقة بمفردها طبعاً لكن هدفنا هنا ليست تفصيل وإنما إعطاء فكرة حامة وضرورية عن هذه المشكلات لنعرف إلى أي مدى هذا الإنسان ساذج وغبي وقليل الحيلة ساذج لأنه يتصور نفس السيد العالم ويتصرف في هذا العالم وكأنه مخلد فيه هذه ساذجة وغبي لأنه يشعل البيت الكبير يشعل الكرة الأرضية لكي يحافظ على غرفته الصغيرة فيه وهو أيضاً قليل الحيلة لأنه عاجز عن مواجهة التهديدات التي خلقها لنفسه بيده مثل تهديدات المناخ والتهديدات النووية فما بالك بالتهديدات الطبيعية الأخرى هو قليل الحيلة وأعتقد أن الإنسان محتاج يعرف طبيعة ضعفة لكي يكون أكثر تواضعاً وأكل شراً حتى لو كان مجرد إنسان بسيط في الكرية محتاج يعرف أنه ضعيف علشان يهدئ وهذا تكريباً ما فعلته الرسالات السماوية من قبل يعني حين أتأمل القرآن أحياناً أتوقف عند ظواهر معينة تلفت انتباهي مثل حرص القرآن على الحديث عن الظواهر الكونية الكبرى الحديث عن السماء والأفلاك وعن بداية خلق الكون ونهاية هذا العالم وعن عرش الله قبل الخلق العالم وعن البحار والبرازخ التي بينها وما فيها وعن مشاهد القيامة المشاهد الغريبة وغير ذلك هذه القضايا في القرآن تلفت انتباهي لأنها قضايا فوق مستوى المخاطب الأول في زمنه في الكرن السابع الميلادي وقت نزول القرآن هذه القضايا كانت كبيرة فوق مستوى عقل الإنسان آنذاك وفوق مستوى اهتمامه فلماذا نكشها القرآن يعني من المعروف أن الإنسان العربي في مكة والمدينة وما حولهما في زمن نزول القرآن لم يكن مشغولاً بالكون ولا بأبعاده المختلفة أصلاً لم تكن هذه القضايا تشغل بالأ أصلاً لا هو ولا الأمم المحيطة به باستثناء اليونان نكشها في حدود معينة بسيطة وإذا خطر ببال هذا الإنسان في الجزيرة العربية الشيء من هذا الكبيل فسيكون شيء ساذج وبسيط أما الذي في القرآن فهو واسع وعميق يعني حجم الإجابات التي قدمها القرآن في كضايا نشأة الكون ونهايته وطبيعته ومحتوياته إذا اعتبرنا الكون صندوق حجم الإجابات التي قدمت في القرآن على هذه الأمور أكبر من حجم الأسئلة التي في ذهن المواطن العربي آنذاك العربي ما فيش مواطن أكبر من حجم الأسئلة التي في ذهنه وأعمق وعادة أنت لا تجيب ولا تطرح من الإجابات إلا بقدر الأسئلة الموجودة لم يكن هناك أسئلة بهذا الحجم في تلك اللحظة حتى يكون لها هذا القدر من الإجابات مما يدل على أن مصدر هذا الخطاب فوق بشري إلهي يعني ما ينفعش نقول مثلا كما يقول المستعجلون أن هذه القضايا استعارها القرآن من كتب السابقين المستعجلون يقولون أن القرآن استعار هذه القضايا من كتب السابقين الكتب الدينية وغير الدينية ما ينفعش نقول هكذا لأن كتب الدين السابقة لم تناكش هذه القضايا ولا تعرف شيئا عن مشاهد القيامة مثلا التي عرضها القرآن يعني أنا بحثت هذه المسألة بنفسي في الكتب الدينية وفي مصادر ربما تدلنا على أي حضارة كتبت عن مشاهد القيامة مثلا أي أساطير في هذا الباب فلم أجد أي تراث ديني أو غير ديني تحدث قبل القرآن عن مشاهد القيامة بذلك التفصيل والتخييل الخلاصة أن القرآن أراد أن يضع المخاطب في الصورة الكلية الشاملة للوجود وليس في حدود الصحراء العربية كلم عن الكون الكبير الواسع وخرج من حدود الصحراء العربية البسيطة وهذا طبعا له أثر نفسي وعقلي مهم ليس مجال تفصيله الآن لنبدأ بالتهديد الأول والأخطر للوجود البشري وهو تهديد السلاح النووي يقال أن عدد الرؤوس النووية الموجودة على الأرض اليوم أكثر من 15 ألف رأس نووي كافيا لتدمير الأرض عدة مرات ولا يوجد أي ضمان لعدم استخدامها في أي حرب قادمة السياسيون هم الذين يتحكمون بالسلاح النووي وليس العلماء والمفكرون وأصحاب الضمير الحي والسياسيون لا يعول على ضميرهم أبدا تاريخهم يقول ذلك كان في نكتر لتشيرشل قالوا أن أحدهم جاي يخطب بنته فبيعرف بنفسه لتشيرشل بيقول له معاك فلان الفلاني سياسي شريف قال له أنا ما أقدرش أزوج بنتي لاثنين اختر يا سياسي يا شريف فالسياسيون هم المتحكمون بالقرار السلاح النووي والحرب النووية وهؤلاء تسببوا في مذابح بشرية قتلت أكثر من 60 مليون آدمي في حرب واحدة كيف نثق فيهم هؤلاء الدول تعرف أن التهديد النووي تهديد جدي ولهذا تجد بعض الدول قد أعدت نفسها لمثل هذا الاحتمال يعني هناك ترتيبات وإعداد واسع على مستويات كثيرة في الدول الكبرى لمواجهة احتمال الحرب النووية من هذه الاستعدادات بناء ملاجئ عميقة تحمي من الضربة النووية ومن آثارها الإشعاعية هناك شركات قامت ببناء ملاجئ مخصصة لمثل هذه الحرب وبدأت في بيع غرف وشقك للأغنياء القادرين على دفع مليارات الدولارات وهناك أيضا بنوك خاصة لحفظ البذور النباتية تحت الأرض في مناطق فلجية على شأن لو عادوا إلى الحياة وخرجوا إلى سطح الأرض يكون معهم البذور النباتية اللي ممكن يعيشوا عليها يعني كيل أنهم جمعوا بذور من مختلف أنحاء العالم وأودعوها في هذا البنك بنك نرويجي تكريبا لأن الانفجار النووي سيقضي على الحياة بكل أشكالها الحرب النووية ستقضي على الإنسان والنبات والحيوان ومن ثم لابد من تخزين كل أشكال الحبوب والبذور الممكنة في بنك خاص لا يتأثر بالحرب النووية الناس عندهم خيال أدبي جميل ويقال أيضا أنهم جمعوا بذور من أنحاء مختلفة كما قلت لحفظها من هناك وهناك شيء ثالث مهم عملوا على حمايته من الحرب النووية هو التراث البشري التراث البشري العلمي والفكري والإبداعي هذا الكم الهائل من المعلومات والوثائق إذا ضاع ستعود البشرية آلاف السنين أو مئات السنين إلى الوراء تخيل تلقى نفسك رجعت بلا معلومات بلا خبرات بلا أي شيء من هذا التقدم والإنجاز الذي حققها الإنسان فكرروا حفظ هذا التراث في كابسولات وذواكر متينة جدا لا تتأثر حتى بالقنابل الهيدروجينية وخسائر الحرب النووية لا تتوقف عند كتل البشر فقط يعني لو توقف الخطر عند موت الإنسان فقط لهذا الأمر يعني هنقول حيبكوا مجموعة ويعيدوا الحياة المشكلة أن الحرب النووية ستلحق الضرر بالحياة كلها على سطح الأرض بسبب الإشعاع النووي الإشعاع النووي هذا سيخلف يعني الذي ستخلفه الكنابل وسحابة الدخان التي ستتشكل من الانفجار النووي والحرائق التي ستشتعل في الغابات وآبار النفط وغير ذلك هذه كلها ستسوي مشكلة كبيرة الإشعاع النووي سيلحق الضرر بالخارطة الجينية للإنسان والحيوان فتحدث فيه تشوهات تشوهات خلقية لا يعلم إلا الله آثارها على الإنسان والسحابة الدخانية الهائلة التي ستتشكل عن الانفجار وعن الحرائق التي ستحجب أشحة الشمس عن الأرض لستة أشهر أو سبعة أشهر وحتغلف الغلاف الجوي بالكامل وتدخل الأرض في حالة صقيع بارد لا يحتمل قالوا حتنزل الأرض لثلاثين درجة تحت الصفر حتموت الكائنات الحية وحينقطع المطر بسبب احتجاب الشمس مدام فيه غلاف جوي دخان أو سحابة بتغلف الكرة الأرضية حتبك الشمس محجوبة وحتموت النباتات والأشجار لأنها بلا شمس وبلا مطر وبموت النباتات والغابات حيختنق العالم لأن حجم الغازات السامة سيزداد عن المعدلات الطبيعية والغابات التي كانت تمتصة الغابات التي كانت تمتصة سيلحق الضرر لأن الأشجار تمتص نسبة ضخمة من الغازات السامة وتحدث توازن بيئي هذا التوازن البيئي سيختفي باحتراك الغابات وسيهلك الكثير من البشر وبتكون السحابة حتى لو لم تحترك الغابات إذا حدث هذا السيناريو فنحن فيه خطر عظيم وما فيش حاجة تضمن عدم حدوث ذلك كما قلت وكما قال آخر زعيم للاتحاد السوفيتي مطلع ما زال على كيد الحياة لكن هذا الرجل مطلع على أسرار سباك التسلح بين دولته من ناحية الاتحاد السوفيتي وبين الولايات المتحدة الأمريكية والغرب من ناحية الثانية محايل غرباتشوف الذي مزال على كيد الحياة يؤكد أن مكانية حدوث حرب نووية في أي لحظة تعالوا نستبعي لي Пока есть особенно оружие и массовое уничтожение и яденное в первую очередь это колоссальная опасность вот все народы должны заявить все народы что ядерное оружие должно быть уничтожено это мы будем спасать себя и планету تحسب بالساعات وبالأيام هذا الطقس عما المناخ فهو التغيرات على المدى الطويل مئات السنين وألاف السنين الصحارة مثلا أصبحت صحارة كاحلة خالية من الخضرة لأن مناخا معينا استكر ألاف السنين حتى جفت وانعدمت فيها المياه والخضرة ما حدث للصحارة أو للصحاري ناتج عن التغير في المناخ لا في الطقس والتغيرات المناخية التي يتوقع العلماء أن تحدث في المستقبل الكريب والمتوسط والبعيد أيضا التغيرات التي من المتوقع أن تحدث خطيرة جدا على الإنسان الأمم المتحدة نفسها تحذر منها وتقول أنها ستكون واسعة النطاق ولم يسبق لها مذيل السبب الرئيس كما يقول العلماء لهذا التغير هو ارتفاع درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة في الغلاف الجوي بفعل ازدياد معدل الاحتباس الحراري الناتج عن النشاط الصناعي معروف أن الأرض محاطة بغلاف جوي شفاف يمنع دخول بعض الأشعة الضارة القادمة من خارج الكرة الأرضية من الشبس ومن غيرها وينظم الحرارة الواردة إليه والصادرة منه ويضمن بقاء الأكسجين اللازم للحياة على الأرض ويقدم خدمات أخرى لمجال ذكرها الآن هذا الغلاف الجوي الحرارة التي داخل هذا الغلاف الجوي تتزايد بشكل خطير منذ بداية الثورة الصناعية يعني من حوالي 150 سنة منذ أن بدأ الإنسان في استعمال الوقود الأحفوري اللي هو البترول والمواد الأخرى التي بيأخذها من باطن الأرض والجير الحجري وغيره التي أدخنتها تتصعد إلى السماء من 150 سنة ونحن نفسد الهواء وتصاعدت أدخنة وغازات ضارة كشف تكرير دولي صادر على الأمم المتحدة كشف عن مستقبل أسود ينتظر الكرة الأرضية بسبب استمرار ارتفاع درجات الحرارة في الكوكب خلال السنوات المقبلة جاء في هذا التكرير أن ارتفاع مستوى البحار يأتي بسبب الاحتباس الحراري قالوا أن هذا الارتفاع في مستويات البحار قد يتسبب بنزوح 280 مليون شخص لكن هذا طبعا السيناريو المتفائل إذا ارتفع البحر على مستوى يعني إذا ارتفع درجتين فقط مئويتين مقارنة بما قبل الثورة الصناعية أما التكرير الذي نشره المركز الوطني للبحث في تغيرات المناخة الذي مكر أستراليا فيرسم مستقبل أسود قاتم يتوقع تشريد أكثر من مليار شخص وانخفاض إنتاج الغذاء وهجرة السكان من مدن العالم الأكثر اقتضاظا بالسكان وطبعا كل هذا بسبب فساد الإنسان هو بيقولك أنه البحر سيرتفع أكثر من درجتين مئويتين وحيغرق مدن عشرات المدن أو مئات المدن اللي على السواحل سكان هذه المدن وبالذات المدن الكبرى حيغادروا هذه المدن وحيهاجروا بما يقدر بمليار واحد حيغادر مكانه طبعا حتحصل لخبطك كبيرة جدا في العالم في الاقتصاد في السياسة وحيحصل إخلال بالتوازن البيئي هناك عاملان صنعهم الإنسان من أصل ثلاثة عوامل للاحتباس الحراري الذي يهدد بتغير المناخ العامل الأول علشان نعرف بس أنه الإنسان هو لي أفسد النظام من حوله العامل الأول هو التلوث تلوث بأنواعه الثلاثة التلوث البر والبحري والجوي هذا من صنع الإنسان مثل الغزو مثل الانكلاب من صنع الإنسان والحرب من صنع الإنسان كما كان أحدهم العامل الثاني نشاطاته الإنسان مثل قطع الغابات وحرك الأشجار مما قد يؤدي إلى اختلال في التوازن البيئي هذا العامل الثاني للإخلال بالبيئة أخيراً الثاورات البركانية هذا الأمر الطبيعي إذن كوكب الأرض يدفع ثمن إخلال الإنسان للتوازن البيئي يتغلل كثيراً من احتمالات البقاء على قيد الحياة بشكل لائق أي نوعاً من الهاوية؟ في الواقع هناك هاويتان كارثة بئية باتت وشيكة لم يعد لدينا الكثير من الوقت للحد منها إننا نسير في الطريق الخاطئ والثاني تعود إلى سبعين عاماً كان هناك خضر الحرب النووية خضر لا يزال ينمو إذا نظرتم إلى هذا الملف بقينا على قيد الحياة بمعجزة هذه مخاطر واحتمالات قد تتحقق وقد لا تتحقق لكن تحقق على الأرجح وارد وقد تحدث بشكل جزئي أيضاً والفرد الواحد في هذه الحياة لا يعنيه كثيراً ما الذي سيحدث بعده إذا مات يعني يقول لك تغور الكرة الأرضية بكاملها إذا موت يعني مش حتفرق معي تستمر الحياة أو لا تستمر لا يهم ما دم أنه ميت ميت يعني سيموت إلا أولئك الذين يحبون أولادهم ويتمنون لهم حياة سعيدة هذولا بيخافوا على المستقبل الكرة الأرضية ولن يختلف الأمر معه كثيراً أن يموت في حادث سيارة أو بكمبلة نووية هذا اللي حيموت كله موت يعني كله عند العرب صابون كما قالوا لكن من المهم لنا ما دمنا على كيد الحياة أن نتأمل ونتفكر في أفعال الإنسان لأن أفعال الإنسان هذه قد تساعدنا في فهم لغز الحياة نفسها الحياة اللغز لغير المؤمنين بالله طبعاً أما المؤمنين بالله فهي إلى حد كبير مكشوفة أو معروفة ومع ذلك فحتى المؤمن المسلم المطلع على القرآن أن يحتاج أحياناً أو غالباً لفهم أسرار الوجود وأول هذا الوجود وجوده هو لأن التفكر في الوجود شكل من أشكال العبادة كما يشير القرآن بشكل متكرر فلا يتفكرون فلا يتدبرون فلا يعقلون فلا ينظرون إلى الإبل إلى السماء إلى الأرض إلى كيف بدأ الخلق كله كله التفكر في هذه الأمور وفك الأسرار يمنح الإنسان هذا النوع من العبادة بالنسبة للقرآن إذن لماذا يفسد الإنسان في الأرض سؤال لازم نفهمه لماذا يدمر بيتها الكبير الكوكب الأزرق الجميل الجواب لأنه كائن يتصف بالنقص ليس له إدراك كلي كامل ولا يعرف مصلحته الحقيقية ولا هو مجبور على فعل الصواب هذا هو السبب هو كائن الإنسان يعني بعقل محدود وضمير حر ممكن يفعل الخير وممكن يفعل الشر وهذه هي المشكلة لأنه بعقله المحدود هذا لا يستطيع أن يدرك المخاطر البعيدة لأفعاله هو ممكن يسوي خطأ بسيطة الآن ولا يعرف أنه هيترتب على الخطأ البسيط هذا وفكا لنظرية جناح الفراشة مخاطر مستقبلية من المطلع على المخاطر المستقبلية العليم اللي هو الله الإنسان بعقله المحدود لا يستطيع أن يطلع على هذه المخاطر الشاملة لأفعاله الخاطئة ولذلك يقول لك ماذا لو حصل كذا كذا ماذا لو عشنا بشكل إبرالي بدون حاجة إلى زواج وبدون ارتباط شرعي مثلا ما احنا ممكن نعيش أنا والقرلب فرند حقي هذه والأمور تكون كويسة وما فيش مشكلة ولا يدرك المخاطر اللي ممكن تترتب على هذا فيما بعد لأنه كما قلت لا يفكر بطريقة كلية وطريقة شاملة هذا بالنسبة لعقله القاصر بضميره الحر كد يختار التدمير على الإعمار بسبب أنانيته وأحقاده هاتان نقطتان أود أن أتوقف أمامهما كليلا لأنهما أهم ما في هذه الحلقة من وجهة نظري اللي هي إيه؟ نقطة أن الإنسان كائن ناكس لا يستطيع أن يدرك المخاطر البعيدة لأفعاله ولا أن يدرك مصلحته مثل الطفل الصغير ونقطة أن ضميرها الحر كد يختار الشر أحيانا مثل ما بيسوه كل الأصحاب رؤوس الأموال اللي بيدمروا الغابات مهم هذو اللي عايزين إثراء ومال على حساب على حساب الرئة البشرية الرئة العالم اللي هي الغابات هاتان النقطتان تساعدان الشباب المتشكك في جدوى الدين نفس لأنه وفي صحته وفي فهم جزء من فلسفة الدين الشاب اليوم من هؤلاء يتسائل ما جدوى وجود الدين إذا كان الإنسان يستطيع أن يسير حياته بشكل جيد بدون دين كما يفعل الإنسان الحديث في الغرب وفي اليابان وفي الصين وفي عمران ما الذي سيقدمه الإنسان أو ما الذي سيقدمه الدين للإنسان في الغرب واليابان والعالم الحديث عموما هذه أسئلة مطروحة بيطرحوها الشباب اليوم المتشككين بالظاهرة الدينية من أبسط الإجابات وأوضحها على هذا السؤال من وجهة نظري هو من نشهده من فساد للإنسان على مستوى الكوكب إفسادوا البر والبحر والجو باستنزاف الوقود الأحفوري وتدمير الغابات وإطلاق الأدخنة التي تسبب الاحتباس الحراري وإنحاك الضرر بالتنوع الحيوي في الكوكب بيقتلوا لك حيوانات ويصطادوا حيوانات وتنكرض هذه الحيوانات بسبب الصيط الجائر هذا الإخلال بالتنوع الحيوي البيئي كل هذا فساد في الأرض وأخيرا بتصنيع الكنابل النووية كنابل الدمار الشامل التي كتكضي على الحياة كلها في دكائك هذا كله من صنع الإنسان الحديث صنعه الإنسان الحديث بنفسه وسيظل يفعله في المستقبل لأنه كائن غير كامل العقل لا يستطيع أن يدرك النتائج البعيدة لما يكون به وضميره للأسف يتأثر برغباته وبطموحاته أكثر مما يتأثر بصوت الخير أكثر مما يتأثر بالنداء بالضمير الحي داخلي لماذا لا يستطيع الإنسان أن يدرك النتائج البعيدة للأفعالة؟ الجواب لأنه لا يستطيع أن يدرك الأشياء إدراكا كليا كما يفعل الله الله هو الذي يدرك كل شيء إدراك كلي شامل ولذلك هو بحاجة إلى الله مثل الطفل الذي يكون بحاجة إلى كبير يحميه من المخاطر لازم تقوله ما تلمسش الكهرباء ما تروحش عند الغاز ما تسويش كذا لأنه مش عارف عواكب الفعل هذا لفهم بتودي وضميرها الحر أيضا بحاجة إلى ما يوجهه باتجاه الخير ويردع إذا فكر في الشر هذه كلها خدمات يكدمها الدين لو لم يكن للدين إلا هذه الفائدة لكفته لكن المشكلة أن عامة المتدينين لم يفهم الرسالة بشكل جيد ترجم الرسالة إلى لغة بدائية لغة الغريزة والثقافة المحلية وترجمها بلغة قاصرة كما سنلاحظ بعد قليل لقد حذر الإسلام مبكرا من إفساد النظام البيئي حذر من إفساد البر والبحر وتنبأ بها بهذا الفساد قبل حدوثه فقال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيكهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون هذه الآية في اعتقادي لم تكن تتحدث عن الماضي ولا عن العصر الذي نزلت فيه بل عن عصرنا الحديث لماذا؟ لأن البشر لم يتمكنوا من إفساد البر والبحر في العصور الماضية الآية بتقول أنه ظهر الفساد في البر والبحر طيب في الماء في الزمن الماضي ما كايش فيه فساد في البر والبحر لم يكن لدى الإنسان القديم إمكانات الإفساد أصلا كان الإنسان بالكاد يدخل البحر بسفن متواضعة علشان يصطاد حاجة من السمك ويرجع الإنسان القديم لم يكن يجري تجارب نووية في المحيط ولا كانت سفن البترول بتسرب حمولاتها من البترول في البحر وتكتل الكائنات الحية ولا كانت سفن الصيد تدمر الشعبة المرجانية في قاع البحر ولا كانت مخلفات المجاري ومخلفات المصانع الكيموية تصب في البحر ولا كانت مخلفات الإنسان البلستيكية ترمى في البحر ولا غير ذلك من مظاهر الفساد التي فعلها الإنسان الحديث في البر والبحر إذن الآية تتحدث عن عصرنا لا عن أي عصر سابق وبعدين الآية بتكلم عن الناس ظهر الفساد بما كسبت أيدي الناس مش عن المشركين اللي هم كفار مكة ولا عن أهل الكتاب ولا عن المؤمنين الناس كل الناس احنا اعتدنا أن نسمع في الخطاب القرآني الحديث عن أهل الكتاب أو عن المشركين أو ما شبه ذلك لكن الآية هنا تتحدث عن عموم الناس وتتحدث عن مشكلة إفساد الكوكب الأرض بكلها في زمن في زمن هذا الكلام لم يكن أحد يفكر فيه في الكوكب أصلا ما أحد كان يتكلم عن الأرض في ذلك الزمن الناس الإنسان في ذلك الزمن ما كانش مشغول بقضايا الكوكب بقضايا الأرض القرآن فقط هو الذي يتعرض لهذه الكضايا والعجيب أيضا أن الآية تقول أن هذا الفساد سينقلب على رأس أصحابه عقابا إفساد البر والبحر سيتحول إلى عقوبة للإنسان الذي أفسد لما تقول الآية لنذيكهم بعض الذي عاملوا لعلهم يرجعون ظهر الفساد لنذيكهم بعض الذي عاملوا الفسادهم بأيديهم حيذوكوا منها المر طبعا ما فيش حد في الأصول الكديمة كان يربط بين فساد البر والبحر وبين العذاب هذه أيضا ملاحظة مهمة العلم الحديث فقط هو الذي أخبرنا بذلك العلم الحديث هو الذي قال أن جشع الإنسان جشع رأس المال هو الذي يتسبب في تدمير الغابات مثلا واستنزاف الوقود الأحفوري البترول وغيره جشع الإنسان وإنتاج التصنيع الأكثر من حاجة الإنسان من أجل زيادة الأرباح هذا الجشع بيؤدي إلى تدمير الغابات واستنزاف الوقود الأحفوري واستنزاف المواد والعناصر على ظهر الأرض هذا كله يسبب احتباس حراري والاحتباس الحراري يؤدي إلى كوارث من كل نوع القرآن كان يقول ذلك من وقت مبكر لكننا لم نفهم الرسالة لم نفهم الرسالة بشكل جيد ولم نستطع حتى الآن أن نلفت انتباه العالم إلى هذا البعد في القرآن كل الذي كدمناه للعالم أحزم ناسفة وتحريم الفن وتحريم الغناء وتحريم كل الأشياء الجميلة الفنون الجميلة وقدمنا صورة مزرية للإسلام وأظن أيضا أن القرآن قد تنبأ بكارثة الحرب النووية الحرب النووية القادمة التي نتوقعها تنبأ بها أيضا في آية الدخان عندما قال فارتكب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عننا العذاب إنا مؤمنون حتى يقول في بقية الآية إننا كاشفوا العذاب هنكشف عنكم العذاب إننا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون هترجعوا مرة ثانية لنفس المشاكل والعصيان والإفساد اللي خرجتوا منها هذه آية عجيبة بالفعل آية تتحدث عن حصول يعني حدث مستقبلي يصيب الناس الناس بين قوسين مش كفار قريش ولا غيره ما هو هذا الحدث؟ وعبارة عن دخان بيّن مبين يعني بيّن ظاهر لا يكبل الاحتمال والشك يعني يتعذب به الناس لا يمكن فهم هذه الآية إلا على ضوء ما يقوله العلماء عن السحابة النووية التي تحدثنا عنها قبل كليل وكان الدكتور مصطفى محمود قد أشار إلى هذا دخان يغلف الكرة الأرضية ويحجب الشمس ويقتل الحياة اللي هو دخان الانفجار النوو لا يوجد في التاريخ حدث تنطبق عليه هذه الآية غير هذا ولو تأملناها بعقل الإنسان في عصر نزول الآية لما كان لها معنى مفهوم في القرن السابع الميلادي وقت نزول الآية ما معنى أنه في دخان حيعذب الناس كيف يمكن أن يتسبب دخان في السماء بعذاب الناس وهم في صحراء مفتوحة بيهربوا أي مكان ومن أين سيأتي هذا الدخان أصلا وليس هناك غابات في شبه الجزيرة العربية ولا خارجها إلا على فيكرات بعيدة لكن في غابات تحترك ولا في آبار نفط تشتعل إذن ما هو هذا الدخان اللي حيعذب الناس الكرائم في الآية تدل على أنه حدث مستكبلي كبير سيشهده الناس جميعا في عصر النفط وفي عصر السلاح النووي وبعدين وصفت دخان بالمبين المبين يعني الظاهر الذي لا يكبل الشكل علشان ما يجيش مفسر ويقول هو هذا تعبير مجازي عن الجوع وزغللة العيون الإنسان لما الناس حيجوعوا وبعدين عيونهم تزغلل وكأنه هذا يشهدوا حالة دخانية لا الكلام مش كده بيقول لك مبين يعني ظاهر واضح دخان مش مجاز علشان ما يجيش وعد ثاني ويقول هو الغبار الصحراوي ما عندنا المفسرين القدامى كانوا معذورين جالسين يتأملوا ما هو هذا الدخان ما لقيوش حوادف في زمنهم ولا قبل زمنهم تدل على وجود دخان بهذا الشكل قالوا لا يمكن قدموا تأويلات مجازية يمكن الغبار هذا تأويل بعيد الآية تتحدث عن دخان واضح بي والدخان في اللغة يأتي من النار فقط ويبدو أنه سيستمر لفترة طويلة ثم ينكشع قليلا كما تشير الآية الآية بتقول إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائدون كلمة قليلا هنا ترجع يعني ترجح تأويلنا لكلنا لأن السحابة الدخانية التي ستتشكل نتيجة الحرب النووية لا يمكن أن تزول دفعة واحدة هكذا أو تزول آثارها مباشرة بعد زوالها في إشعاعات نووية سينكشع العذاب قليلا فقط وتبكى آثار كثيرا لعلهم يرجعون لكنهم كما تقول الآية لن يرجعوا سيعودون إلى غيهم القديم إنكم عائدون وهذا هو الإنسان ولو ردوا يعني من الحياة الآخرة ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه حيقولوا إنما سكرت أبصارنا يمكن كان الحل سيظل الإنسان يرتكب الحماقات تلو الحماقات إلى أن يتسبب في كارثة للحياة على هذا الكوكب وهو يعتقد أنه قد أصبح مستغنيا عن الله وكادرا على التحكم في كوكب الأرض والإنسان يعتقد الآن أنه متحكم في كوكب الأرض كادر ينزل المطر وكادر يتحكم بالبحار وفي الطاكس قريبا سيتحكم بأمور كثيرة هو يعتقد ذلك أنه ذاهب إلى التحكم الكامل والسيطرة الكاملة على الكوكب ولعل القرآن يشير إلى هذا المعنى تحديدا في الآية التي تقول حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس آية مذهلة أخرى من كان يتصور في الكرن السابع أن الأرض يمكن أن تأخذ زينتها كما تفعل النساء في الأعراس من متى كانت الأرض تتزين أصلا ومتى ظن الإنسان أنه قادر عليها متى حصل هذا هذا لم يحدث إلا في العصر الحديث الذي يسافر بالطيران فوق مدن مثل نيويورك باريس لندن طوكيو بكين المدن الكبيرة هذه الحديثة المضائب بالأنوار الساطعة والمخططة بطريقة محكمة جيدة ليسافر بهذا يفهم معنى هذه الآية يفهم معنى كوله حتى إذا دخلت حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت هذه هي الزينة أما قبل هذا فلا معنى لهذه الآية يعني في وقت نزولها فين الزينة وقبل ذلك بعصور أين الزينة التي أخذتها الأرض لا يوجد والذي يتابع كلام علماء الفيزياء والبيولوجيا والتقنيات النانو يفهم ما معنى وظن أهلها أنهم قادرون عليها عمر الإنسان في الزمن الماضي ما أعتقد أنه قادر على التحكم بالأرض أبداً الإنسان الحديث فقط الإنسان الحديث فقط هو الذي يعتقد أنه قادر على الأرض إذن الآية تشير إلى ما يحدث اليوم إلى العصر الراهن الإنسان اليوم يصعى للسيطرة على الأرض بواسطة العلم وستأتي لحظة يظن هذا الإنسان أنه قد أكمل سيطرته على الكوكب في نهاية هذه اللحظة ستحدث الكارثة التي تحدثت عنها الآية الكارثة التي ستحصد كل هذا التقدم كما يحصد الزراع الأرض تقول الآية فجعلناها ختام الآية التقول فجعلناها حصيداً كأن لم تغنى بالأمس حصيد يعني زي حصاد الزراع لما يكون عندك أرض مزروعة أو شيء تحصدها كانت أرض متزينة ومتطورة ومتقدمة وفي أبهى زينتها ثم جاء شيء حصدها حصداً كد تكون الكارثة هنا من صنع الإنسان نفساً لا من قبل الغيب يعني الله هنا ينسب الفعل إلى نفسه حتى لو أن الفعل هو الإنسان كد تكون حرب نووية تحصد كل شيء فعلاً لكن الله ينسب هذه الأشياء إلى نفسه من باب أنه خالق القوانين والأسباب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى نسأل الله السلامة وأظن أننا قد وصلنا إلى نهاية الحلقة نلقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة